المفروض ان احنا نمرس رياضة في رمضان طبعا بعد ما ناكل الحلويات بقى الشرقية والكلام ده المفروض على قل نلعب جيم انا بنصح ولادي دايما انه نيجي هنا نفطر حاجات خفيفة ونلف التركزة مرة وبعد كده بقى بيكمل حياتنا عادي لا مهمة جدا طبعا عشان يبقى في حركة بعد السيوم الواحد يهدم الاكل اللي بيأكله لان طبعا عداد غزائية بتتغير جدا في رمضان عن ايام العادية فالواحد بيحاول انه هو يحرى على قد ما بيقدر الاكل اللي بيأكله غير كده ان واحد بالطبيعي بيمارس رياضة لا احنا بصراح ما بلعبش رياضة بس انا بشجع الناس تلعب رياضة وعايزين عشان احنا بنعمله في رمضان بمارس المشي بعد الفطار لان انت عارفة طبعا رمضان والفطار وكالوريز وحلويات وكده فبانزل اتمشى ساعة بعد الفطار واحيانا قبل الفطار برضو بساعة بنزل اتمشى يعني عشان احاول اعوض اللي بيحصل ده واحرق كالوريز كتير الواحد بيستنى الشهر ده طبعا لحاجات كتير جدا طبعا في المقام الاول عبادة وان الواحد يحاول بقدر الامكان يزود نشاطه الرياضي في رمضان مثلا الواحد بيشترك في دورات رمضانية الكلام ده وكده فهمان مع الاصحاب وكلم ده والسهرات الرمضانية لعب الكورة او 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 فطبعا اكيد طبعا الواحد بيعمل رياضة وبيحاول بقدر الامكان ان هو يلعب كورة في رمضان يعني في رمضان بيكون الأجواء بتاعته حلوة فبتساعد أصلا تشجعيا أنك تشجع الرياضة وكده ممتعة يعني أنا بحب في رمضان مثلا قبل الفطار بساعة وكده أنا ممكن راح للجيم مثلا يعني بيبقى مدة نص الساعة طبعا لوقتي بقل شوية في رمضان عشان المجهود وكده فبس مواظب يعني أتليست ممكن من ثلاثة لأربعة يهم بيكون بلع فيهم مثلا جيم بس بشكل أخاف شوية في رمضان يعني طبعا بعد الأكل كلامنا كل كتير جدا فتبقى مفيدة برضو نهو في الهضم بعد يعني بعد الفطار وكده ما أعتقدش أن هي حلوة قبل الفطار يعني عشان الجسم ما يتعبش طبعا أنا بخلي أولادات التانين بقى كبار شوية يمرمسوها بشكل أساسي حتى لو بعد الفطار في النيز يعني لصحتهم والجسمهم وبتعمل حالة من النشاط الزهني والجسد يعني بيبقى محمة جدا يعني اشتركوا في القناة